السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في سنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذي اسمين ويلا أبنائي وبناتي نشوفوا اليوم فرض الفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافية طبعا نجب نكونوا حفظنا دروسنا فهمين على وشنا نحفظوا طبعا ونشوفو كيفاش نحلوا عدة نماذج يعني مشي غير هذا ان شاء الله باش هكذا نكونوا واشدين للفرطة مدرستها إذا نبدأ بالجزء الأول التاريخ على عشر نقاط نفس الشي جغرافية لها عشر نقاط نبدأ بالسؤال الأول التنفيقات يقول لي كان لي سقوط الأندلس انعكاسات سلبية على الدولة الإسلامية مع انتكي سقطة الأندلس الدولة الإسلامية عندها عفايس سلبيين صراولا اذكر ثلاث نتائج لسقوطها مع تعطيني تلت عفايس اللي هي نتائج علاش سقطة الأندلس يلا اللي بعده السؤال الثاني اللي عليه أربع نقاط أكمل ما يلي معناتها أكمل الفراغ انهزم الموحدون أمام الإسبان عام 1212 في معركة هذه وش نسميها هذه قلت لكم حفظها 12-12 وش نسميها بدأت محنة مسلمي الأندلس عقبة سقوط ولا عقبة سقوط آخر معقل وهو ولا وهي المعقل الأخر اللي سقط استولى الإسبان على عدة مدن جزائرية منها اللي وشنو هي اللي استولى وعليها في 1505 استنجد الجزائريون بماذا لإنقاذهم من الغزو الإسباني معتها لما التجى الجزائريون لإنقاذهم يلا السؤال الثالثة عليه ثلاث نقاط اشرح ما يلي محاكم التفتيش الموريسكيون والأغالبا شكون هما؟ هذو أبنائي لازم نشرحهم كامل الجزء الثاني والجغرافيا قلنا كذلك عشر نقاط نبدأ بالسؤال الأول ثلاث نقاط اذكر في جدول معيقات التنمية في كل من الصين واليابان مع انتها واشنو هي المعيقات اللي ما تخليهم شي نمو الأوطان التحهم سواء في الصين ولا اليابان في جدول السؤال الثاني عليه واحد ونص اشرح المصطلحات التالية الكثافة السكانية تحديد النسل والميزان التجاري غلا كل واحدة نفهمها السؤال الثالث كذلك واحد ونص يختلف توزيع السكان في قارة أمريكا من منطقة لأخرى وهذا راجع لعدة عوامل حدد عوامل توزيع السكان في أمريكا معتها واشنو هي العفسة اللي يروحوا لها السكان وينفروا منها السكان في أمريكا الوضع الإدماجي أربع نقاط قرأ صديقك العبارة التالية تعتبر الصين واليابان قوة اقتصادية عالمية رغم المعيقات فطلب منك شرح هذه العبارة السند الأول يحتل اقتصاد الصين المرتبة الثانية عالميا في حين تعتبر اليابان رابع قوة تجارية في العالم إذن تعليماء ما طلب منا اعتمادا على ما درست وباستعمال السندات اكتب فقرات تتطرق فيها إلى مظاهر قوة البلدين معتها راح نهدر على الصين واليابان على كعو وش نعرف فيهم نفهم إذن سواء النوضعية راح تكون الإدماجية في التاريخ ولا في الجغرافية مسحيل أنه يكونوا في تنين إذن يلا أبنائين نبدأ والتصحيح مع بعض إذن يلا أبنائين نبدأ بجزء التاريخ السؤال أول كان لسقوط الأندلس إن عكاسة سلبية على الدولة الإسلامية أذكر ثلاث نتائج لسقوطها مع تاكي سقطت الأندلس وش الصراع للدول الإسلامية الخلافة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيريلية معتها تنحى تقع الخلافة الإسلامية مادم سقطت الأندلس إذن ظهور محاكم التفتيش والتي عاملت على تعذيب المسلمين معتها ظهر شكون اللي يفتشوا يعني كل شيء باش يديروا المشاكل لمن للمسلمين وتعذيبهم وغير ذلك معتها مادم سقطت الخلافة تحى تحول اسمها من الأندلس إلى إسبانيا معتها نحول اسم تحى الأندلس اللي كانوا فيها المسلمين وارجعوا إسبانيا اللي فيها الكفار يلا السؤال الثاني أربع نقاط يقولي أكمل ما يلي إن هزم الموحدون أمام الإسبان في عام 1212 في معركة حصن العقاب هذه نحفظوها أبنائي يعني التواريخ ما عندنا شي عليها وين بدأت محنة مسلمي الأندلس عقب سقوط آخر معقل وهي غرناطة ما فوق أبنائي معتها كي سقطت غرناطة اللي هي الأخيرة بدأت محنة المسلمين وتعذيبهم إلى غير ذلك السور للإسبان على عدة مدن جزائرية منها مدينة وهرا نحفظوها اللي استولوا عليها في 1505 استنجد الجزائريون بيشكون بالإخوة برباروس هذوك الزوج لإنقاذهم من الغزو الإسباني نفهم يلا هذي بالنسبة إلى ملء الفراغ اللي عليه أربع نقاط يلا نوح للسؤال الثالث قال لي اشرح ما يلي واشنو معتها محاكم التفتيش أبنائي هي محاكم دينية مهمتها اكتشاف مخالف الكنيسة ومعاقبتهم بأبشع الوسائل وطرق معتها داروهم أهدو إسبانيا إلى غير ذلك دارو محاكم التفتيش في الدول الإسلامية معتها بش قاعي يضموهم إلى الدين التحهم معتها إلى المسيحية ولي خالف الدين تحهم ولا يخالف الكنيسة في معتقاداتها إلى غير ذلك وش يديروه يعذبوه بأبشع الوسائل وطرق ويقدروا حتى يقتله المورسكيون شكون هما هم المسلمون الذين باقيوا في الأندلس ولا بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي وأجبروا على اهتناق الإسلام مع تدخل في الإسلام في المسيحية هما ما كانوا حبيل لكنهم كانوا مسلمين يلا الأغالبة هو سلالة عربية يعود أصلهم إلى المؤسس الدولة الأغلبية وهو إبراهيم بن أبنو الأغلب في المغرب الأدنى إذن تلاحظوا باللي جاية من الاسم التعرفون إذن سلالة جاية من الدولة الأغلبية اللي دارها شكون إبراهيم بن الأغلب في المغرب قناء الأدنى ننتقل إلى جزء الجغرافيا نبدأ بسؤال أول المعيقات التنمية في كل من الصين واليابان وقل درها في جدول إذن يلا معيقات التنمية في الصين ومعيقات التنمية في اليابان إذن الحجم السكاني الكبير معتها كثافة سكانية كبيرة في الصين توزيع غير منتظم معتها كي ينبلا يسيعيشوا فيها كثير نسمة كثيرة من السكان وكي اللي ما فيهاش الكثير الجفاف معتها عندهم الجفاف ومناطق جبلية كثيرة معتها دقائي تيكوش يخلو يخلو بالتنمية تكون فيها معيقات معتها ما تكونش مليحاكي ما يحبوه التنمية معيقات التنمية في اليابان الشيخوخة معتها عندهم نسبة شيخوك كبيرة فقر في المواد الأولية معتها هما عبارة عن جزر والأرخابل المواد المعدني المواد الأولية معتهمش كثير مفهوم مساحة زراعية صغيرة معتهمش كثير بالنسبة إلى المساحات والكوارث الطبيعية الغنية عن تعريف اليابان من زلازل وعاصير وتسونامي وغيرها يلا نروح للسؤال الثاني قلي اشرح المصطلحات وشنو معتها كثفة سكانية أبنائي هي عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد هذي وشنو وكيفش يحسبوها يتم حسابها بقسمة عدد السكان على المساحة نحفظوها بسهولة أمة وشنو وتحديد النزل هو تنظيم الولادات وتحديدها بالتباعد بين المواليد إذن بكري كانت ماشي التباعد بين المواليد وإنما في الصين خاصة يعني نهضر على الصين كان يقول لهم لازم يكتفوا بمولود واحد فقط وتحديد النزل في الإسلام حرم الميزان التجاري وشنو هو هو الفرق ما بين قيمة الصادرات والواردات لدولة ما خلال مدة زمنية معينة معتها نشوف قيمة الصادرات والواردات الصادرات معتها الدولة وش تصدر للخارج والواردات معتها هي وش تجيب ونشوف الفرق بينتهم معتها هداية صادر مليح هداية تستورد فوق اللازم وغيروها يلا ميزان معتها نشوف الميزان بينتهم يلا نملأ الجدول عوامل توزيع السكان في أمريكا نشوف عوامل جاذبة للسكان وعوامل طاردة للسكان معتها السكان وش يحبوا بشهم يروحوا لهذه المناطق يعيشوا فيها بزاف وموين رهم يهربوا ما فهم؟ إذن عوامل جاذبة للسكان تجذب السكان مناطق توفل معدن والطاقة معتها وين كيل معدن والطاقة السهولة الداخلية الوازعة معتها فيها سهول كثيرة المناطق المدارية والمعتدلة معتها يكون المناختحة معتدل العوامل لماذا تخليهم شي يروحوا فيها السلس الجبالية معتها فيها الجبل كثيرة الشمال البارد معتها ماذا بيهم يعيشوا في حرارة يعني معتدلة الإقليم الاستوائي معتها فيه المناختعون متذبذب نروح إلى الوضعية الإدماجية اللي حنهضروا فيها عن دولتي الصين واليابان والقوة التحهم إذن يلا نبدأ بالنسبة إلى المقدمة العرض والخاتمة التاعي وندهي إن شاء الله العالم الجيد إذن يلا أبناء إن شوفوا هذا المثال شهدت الأعوام الأخيرة بروز دولتي الصين واليابان كقوة بارزة في المجال الاقتصادي رغم كل العوائق التي تقف حاجزا أمام تطورهما فما هي مظاهر تلك القوة إذن أشكت لكم دوما المقدمة تاكم حاولوا أنكم تكملوها بسؤال وهذا السؤال هو اللي راح تحلوه في العرض تاكم إذن اللي ما يعرفش دي المقدمة معلي إلا يكتب السياق يلا إذن المظاهر تاعي للقوة راح نشوفها الله هنا من مظاهر القوة الاقتصادية لدى الصين احتلال اقتصادها المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ازدهار التجارة الخارجية إضافة إلى كفاءة اليد العاملة الصينية التي بلغت 800 مليون عامل في حين يحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة كما تعتبر رابع قوة تجارية في العالم بالإضافة إلى احتلالها الريادة العالمية في صناعة الإلكترونية اللي هي الروبوتات معتلا هنا أبنائي ما حتى هضروع على كل شيء وإن ما حتى هضروع على القوة الاقتصادية تعكل من الصين واليابان إذن هنا الصينية رهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الزهار نشوفه اللي عندها صادرات تقريبا إلى كامل بلدان العالم ما حتى تصدر لهم كامل إذن عندها كفاءة تعليد العاملة ما حتى عندها الكثير من العمال نفس الشيء بالنسبة إلى اليابان ما حتى سواء في التجارة أو الصين يلا سأولى في الاقتصاد في الأخير نستنتج أن الصين واليابان تمكنت من التغلب على الصعوبات الطبيعية وتحقيق مستوى تنموي كبير هذه قلت لكم من أحسن الخاتمة ندروها في الأخير نستنتج كذا وكذا نفهم إذن وتكون قصير إذن أبنائي بناتي هذا كان بالنسبة إلى فرد التاريخ والجغرافيا للفصل الثاني إذن أي تلميذة ولا تلميذة عنده سؤال لا استفساري خليه لي في التعليقات نحاول أني نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة